صباح الخير يا رب يعود علينا كلنا بالصحة وبالخير وبالسعادة وبالسلام وثلاث خطوط كده تحت السلام السنية إن شاء الله الآخر السنة فيه قدامنا شهر كده ممكن نعيش فيه بجو السلام كل سنة وطيبين باتفق مع ماي الحقيقة ويمكن يعني هو العيد العيدين الحقيقة اللي عادوا عنين عيد الصغار وعيد الأضحى المبارك العيدين الحقيقة كانوا بالنسبة أو بيمثلوا بالشعب المصري زي راحة بريك كده ما بين الأحساس وطلاحكة اللي بنعيشها تحس الناس كلها بتستنى العيد كل الناس من أكبر حد في الدولة أو في البلد لحد أصغر حد في البلد فأعتقد إن ده فعلا بيك وأجازة مستحقة الحقيقة إحنا منحاول نحن نرفع عن حضراتكم كده في العيد كما إحنا منحاول نرفع عننا كلنا أريد أقول لكم نفسه وكان بيرفع عننا قبل حلقة على طول إنه كان إحنا شعب دمه خفيف وشعب ابن نقطة زي ما بيقوله فما الشعب كله بما إحنا تقسمنا وإنا كل واحد دلاتي اللي برألي وإخواني وحاجات دي كلها فشيف كان من وجهة نظر كل واحد من دول العيد كان عامل إزاي كان نفسنا طبعا نعرضها لكم بس يعني هي هنحاول لكم في الوسط كده ممكن نحطها على فيسبوك يعني نحطها لكم على الجروب على فيسبوك يعني ظريفة هي عن مثل طيب نهاردة عندنا فرقات كتيرة جدا وتميزة جدا عندنا من أهم الفقرات اللي عندها الحقيقة أنا متحمس لها شخصيا هي لأغنية أو لمطرب قدم أغنية كسارة الدنيا أول ما لدينا تقالوا كالعادة إيه بقى الهبوط دا وإيه الإسفاف دا والكلام دا كله بس ممكننا ركزنا شوية لإنها فعل الأغنية حلوة جدا من لها معنى حلو جدا وشعبية درجة أولى الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوط فيها ناس عايشة يوم تحت وفيها ناس مشزوق هذه يعني حكمة اليوم النهاردة حيكون معانا بحفوظ السعيد عمر السعيد وهو صاحب هذه الأغنية حيكون معانا بنهاردة بخذها الفكرة خاصة جدا لتحت ورفوط غريبة نشريف لا يغنيها أصلاحنا نتنفل الفكرة وأنا كمان اللي عجبني إن فعلا أغنية المرجيح زي ما مش في أول ما نزلت الناس كلها كانت إيه دا بس دلوقتي مفيش حد ما بتلوبش أغنية المرجيحة على فكرة مفروضة علينا في كل حتة أيا بقى جدا بس إيشغلنا في الشارع في كل حتة إنتي كل ما بتنشف مكان لازم بيبقوا شغلنا فيه بقى بمناسبة التقربوا بما إننا تكلمنا على الأغاني فيه كمان فاكرة معانا مع الموسيقر هاني شنودة في رئة المصريين أكيد مش في رئة المصريين هو بس رأيكون معانا النهاردة كلنا أكيد تعودنا على الأغانيهم كلنا حبناها فالنهاردة هايولينا شوية من الأغاني اللي كانت معروفة بالنسبة لنا من السبعينات ومشي الصنورة وفيه ما تفتكروش يا بنات وفيه عجب كتير قوي اليوم وفيه كمان أغاني جديدة حكمة حكمة مهمة جدا ما تفتكروش يا بنات هايزين نعكد عليها بس دي في الفاكرة هيكون معانا فاكرة النهاردة وهيزالكو كمان معانا مدربة مهارات يدوية وهي مية عسمات لأن كل بيت فيه طفل دايما الطفل ببعز الخروف عهد عنده في البيت يعني أو يبصوا عني من الشباك فعلا النهاردة معانا مية عسمات هتورين يا زي ممكن نعمل خروف من الورق عشان الأطفال يمقوا يعني عشان خروف ما يخشش البيت عشان كده هتكون معانا مية عسمات فخليكم معانا كمان عشان دي فاكرة مميزة جدا طيب حلقة خاصة جدا من نايل لايف بناسبة عيد الأطحى المبارك على مدى حلقات العيد هتكون معاكم لمدة ساعتين نهاركم وصباحكم زي الفل شرح الفصل